السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سلام بكم في انطباع مانقا الهجوم على مالقة الفصل 85 أخيراً 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 قبل لا نبدأ من حركة الحشاق الانيمي لازم نأكد إذا أنتم المتابعين انيمي الهجوم على مالقة في الحلقة ذا نتكلم عن مانقا هجوم العمالقة أحدث لم تصر حتى الآن في الانيمي سكر الفيديو لعلى أفضل لك وخلونا نبدأ أخيراً أظهروا لشي اللي موجود داخل القبو ما نمصدق ما نمصدق نمص خلو القبو صجنا وأظهرنا لشغلة واحدة بس ولكن بالنسبة لي على الأقل أهوى من أن يناهي الفصل وما شفنا الشي لأن في انطباع الفصل اللي طاف قلت لو سوى الحركة الوصخ هذه إنه مفتحه بباب المستودع وباب الباسمنت القبو ونهى الفصل بذبحة أشوى سوى حركة أوصخ شوي بس أحسن من أن يناهي الفصل على فتحة المستودع بعد ما طلعت اللي بخاطره قلت خلني رجعنا نسوي الانطباع من بداية الفصل من جديد صحة أرمن شاف ساشا جنبها مصابة مستغرب شنو موجود ما يذكرش اللي صار بطبيعي يعني التجربة اللي وخاضها الإبراوة وهذا الأشي شي مجنون طبيعي أنه ما يتذكر من الشيء وساسها كان بين الحياة والموت وبعدها على طول تحول إلى العملاق فشنو تبقى لا يذكر مستهل يذكرش اللي صار معها شاف ساشا وإصابة ساشا طبعا هذه الإصابة من رينار يوم نضربها بيدها وطير عليها الجزاء من البيت المتكسر فإصابته مرة مرة خطيرة ولكن فيها إصابات بليغة نقدر نقول إصابته أرمن كانت أعظم وأقوى لأنه كانت تفحم كومبليتلي ولكن بفضل قدرة الإبرا اللي خذها لنتحول على شكل عملاق رجع طبيعي ما فيه أي شيء زي أرن لما يتلقى إصابة أي ضربة بعد ما يصحى منهم يرجع جسمه ريجينيريت ينبني من جديد ويرجع كالشيء طبيعي جئرن ضم أرمن سعيد بنا بخير ليفاي وصل أطلق إشارة الجماعة يعني تعالوا اجتماعون أنهم كلهم كانوا منتشرين يدورون على ناجين يبحثون له عن ناجي واحد مدة أربع ساعات زي ما قال جان ما لقوا ولا سيرفايفر فعلا ما تبقى لهذا العدد من فرقة الاستطلاع البقية كلهم اندثروا هذا يدرلك على مدى جنون الكاتب وهذا يدرلك على مدى جنون المعركة اللي يخضوها مع الثلاثة فقط من العمالقة مع الشلب حقهم إذا بنعده ولكن لكن هذا يدرلك على مدى قوة العمالقة ذي لأن فرقة الاستطلاع كانوا جيين تقريبا بعدود المئة أو مئة وخمسين نفر كلهم ماتوا واندثروا ما بقى للا ثمانية أو تسعة حاليا كوبي ساشا جان آرمن إيرن ميكاسا ليفاي هنجي ثمانية أشخاص فقط من فرقة الاستطلاع كلها ما بقى للا ثمانية أشخاص على قيد الحياة البقية كلهم اندثروا طلب ليفاي من إيرن أن يشرح القصة بالكامل لآرمن وش اللي صار آرمن جات حالة هلع وجزع ليش تضحهم بالقائد عشاني أنا مبكوف وقدم أنا مبكوف أن يصير مكانة بلا 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 الكلام هذا كله صار لتوقعت فصل إيطاف أنه فعلا هنجي بأنه رتبة أعلى من ليفاي حاليا هي القائد لفرقة الاستطلاع كانت هي النائب مباشرة بعد أروين بعد ما توفى أروين خلاص القيادة تنتقل لها مباشرة ممكن أن يرجعوا خلف الجدران بعدين زي ما شاهدنا تنفصلنا القاد العسكريين يحطون ليفاي القائد مكانها احتمال وارد ولكن أنا أتوقع ليفاي كمقاتل أفضل أن يكون مقاتل مقائد للفرقة يتخذ قرارات ما قرارات هنجي قالت كلمة جدا قوية بعد ما آرمن كان متردد وخايف ليش وليش وليش قالت لا بكل بساطة أروين عهد بالإبرد ليفاي وليفاي يتخذ القرار أن ينقذك أنت فتقبل الموضوع زي ما أنت عندك مسؤولية أنك حاليا خدت قدرة العملاق وخدت مكان أروين يعني خدت الحياة أنك عدت الحياة مكان أروين مبروض أروين يرجع بس ترجعت مكانها أنا أيضا حاليا عندي مسؤولية أني أغطي مكان أروين أمسك مكانك كقائدة في القتل الاستطلاع ولازم أطلب مني حقق نتائج وشغلات قوية جدا جدا أول قرار أتخذتها بعد ما ذهب بأن أرمن حاليا لازال أوكي وضعته سليم تم يا أرمن ساشا مصابة خلوكم جنبها وكوني وجان فوق الجدار وترقب المكان رقبوه خلو عيونكم عليه وأنا هنجي مع ليفاي وميكاسا وإرن راح نروح للقبو ونشوفها طبعا طول ما هم رايحين في الطريق وأنا قاعد يجيبهم الكاتب الذكريات ويجيبهم وصين يشيرون الأنقاض وما دليل إيشون قاعد يقول خلاص أبيشوف القبو لأضيع لأضيع الصفحات على ذا القربيض والرش اللي داخل القبو أبيشوف وصلوا عند القبو وجيك الصدمة أن المفتاح اللي عند إرن مبرض يفتح الباب لا طبعا توقعت بينكم تشكلت مستحيلنا بس بيفتح الباب بكل بساطة بيدخلو بيلقى كل شي بكل بساطة لا بد أن يكون فيه ما دخل سري باب طبعا توقعت أن المفتاح بيفتح باب ثاني ما توقعت أنه بيفتح درج في طاولة صراحة أنا شكرا معكم صريح أيوه ليفاي بكل بساطة كسر الباب باب خشب يعني مو صعب كسرته ودخلوا وقاموا يتفتشون شافوا كل شي طبيعي فجأة ليفاي قال لهم دقوا في كل شي راب تلقوا مفتاح فعلا مكان حقا مفتاحوا فعلا ميكسة هاي اللي لقيتها فاتحة صغيرة في الدرج مخفية زي المخفية يعني تحت الدرج مباشرة حط إرن المفتاح فيها والطنك ومفتح الدرج السري يوم فتح الدرج السري لقوا فاضي أثرا فيه دور ثاني في الدرج السري شار الخشبة لقوا ثلاث كتب كاملة عن جميع المعلومات المطلوبة أنا قلت يوتا أخيرا أخيرا بتكسب كل المعلومات باقي كتشو يكون صايف حاكم باقي تقريبا عشر صفحات قلت بيمدي يكشف لنا كل الأسرار خلاص ويروح ينقل الحدث ويجيب لنا ورى الجدران يا حقير يا منحط ليش أنا حقيت صراحة بكل بساطة جاب صديق اروهن اللي راح لها اروهن بعد ما انقصت يدها واللي جابهن كان من الشرطة الملكية كان في ذاكل وقت كان يتكلم يقول أنا ظلامت اروهن وشكيت في كلامه ويوم قال للقصة المنطقي المنطقي مستحيل نقول في الكتاب بالتاريخ حقنا انه ما فيه أي بشري خلف الجدران مش منطق ذلكلام شون عرفنا ما فيه أي أحد عايش خلف الجدران ونحن ما طلعنا ورى الجدران فأكيد انه اللي قال ذلكلام كذاب لو انه صادقا قال لربما او احتمال كبير لما فيه ناس ورى الجدران انه كلهم اكلوا على ويد العمالق او شي من هذا القبيل ولكن الكلام اللي قال انه ما فيه ولا بشري خلف الجدران وهذه كذب فالشخص هذا صديق اروهن كان يقول أنا ندمان اني كذبت اروهن وما صدقت في داي لانه حين تضح لنا ان عائلة الحاكمة كانت خاينة وكانت تكذب علينا وتخش علينا الأسرار كلها وعلينا الجيش انقلبوا القلاب عسكري على عائلة الحاكمة وهم لمسكنوا السلطة فقائد القوات العسكرية هذا ابو لحي من الضرارة الشايب كان يقول خلاص اقابلت اروهن اعتذر له ولكن فات الفوت يا حبيبي خلاص اروهن وادع ما راح يمديك تعتذر له جابوا القائد الأقرع اللي كان يدرمه في البداية يقول المفروض ان حين يعني مادم بزق الشمس اليوم مفروض ان ربعنا يجون في أي لحظة يا منتصرين يا وصل الخبر انهم ماتوا وعدموا كلهم وقتلوا كلهم شويل اسمعوا صارخة برة الجدران وانتصروا فرقة الاستطلاع ارجعوا استرجعوا الجدار ماريا زي ما توقعت الفصل اللي طاف ان اكيد الشعب وبرضو الجيش قادة الجيش راح يكونون ساعدين جدا بالانجاز انهم استرجعوا جدار ماريا خلاص سدوا الفتح اللي في الجدار فما في عمالقة داخل الجدران يمديهم يقتلون اللي يبقوا من العمالقة البسيطين يسترجعوا الجدار كلهم بانهم سدوا الفتح ولكن حتى هذه اللحظة ما وصل خبر الى قادة الشرطة العسكرية وقادة الجيش كلهم ان ما نجم من فرقة السلطة كلها لثمانة اشخاص حتى الان ما بعد يشوفون مدى الدمار الشام ولا ندري حتى اذا كل المعلمات اللي حصل عليها ليفايوهنجي راح ينقلونها للقادة او يتسترون على جزء منها ما ندش اللي صار كل اللي يسووا الكاتب بعد مضيع ثمان صفحات من الكلام تقريبا في اخر صفحتين وراننا الشغلة بسيطة من اول صورة في الكتاب الاول اللي افتحوه وهي صدمة صراحتا لا حد يقدرين ينكرنها صدمة اول ما فتح الكتاب ارن ومي كاسا شافه صورة اللي ابو ارن معه حرمة مش ام ارن ومعه والد صغير برضو مش ارن نفسه فهذه شي يوضح ان ابو ارن كان عنده حياة ثانية خلف الجدران اول ما شاف الصورة صدمة وقال اخ والله ذي رسمة جبارة لان الملامح طالع يعني عال العال شو اللي انتبق لا لحظة هذه الملامح مره مره قوية مستحيل واحد رسام يقدر يرسم الرسم في ذا الملامح ليش لان الصورة فوتوغرافية فعلا يا مقلوب الصورة من وراء او بالصفر الصفح من وراء شافه اوبرين كاتب رسالة الى ارن قاعد يقول له هل يتشوفها قدامك ماي برسمة ماي بورتد لا هي عبارة عن صورة فوتوغرافية اللي تشوفها قدامك ماي برسمها عبارة عن صورة فوتوغرافية مأخوذة عن طريق جهاز اسمها الكاميرا او فوتوغرافية يعني فن محطوطة على صور خاصة طبعا للي ما يعرف علمه هذي تصوير الفوتوغرافي تم التقاط اول صورة فوتوغرافية على الصورة النيكاتف على الوراق الخاصة النيكاتف عام 1839 بس كانت مرة صورة سيئة جدا بانا صورة ابو ايرن كانت فيها الملامح مرة صافية وواضحة فنقدر نقول ان الصورة التقطت يعني ما بين الالف وثمامية وخمسين الى قبل الف وتسعمية وخمسين وهنا تيجي الصدمة صدمة العظمى ان حاليا هم مبعيشين في الماضي السحيق وما فيه اي حضارة خلف بر الجدران الا طلع فيه حضارة ومتطورة جدا وعلى زمن الالف وتسعمية وثمانين الف وثمامية وخمسين الف وتسعمية وخمسين يعني يعني نقدر نقول الكاتب نقل احداث الانيمي حاليا في الفترة ما قبل مية الى مية وخمسين سنة مضت مو بشي في الماضي السحيق جدا جدا وهذه صدمة يعني شي اللي موجود ورا الجدران كيف ذالي معزولين داخل الجدران هنا ما حدر عنهم في اي جهة من العالم ومحجزين الكاتب فجر قنبلة وراح ورا القنبلة هذه في عشرين الف سؤال حاليا قاعد يطرح والمصيب ان فيه ثلاث كتب المفروض انها مليانة بالمعلومات مليانة بالاخبار الطرق التحويل العمالقة وما الى ذلك واذا كله ما ورا نلقات منها بس الصورة دي الحسد مخنى طيب شلي باقي في المعلومات هل بيظهر لنا في الشابتر الجاه هل بورينا شي ثاني ما راح يبين لنا اي شي شلي بيصير انا ما ادري بس هذه فعلا نقلة نوعية في الانيمي الحين كلام العملاق المتوحش الارن ان ذي اللي ورا الجدران قصين عليك ببدا يبدو منطقيا ولكن مين اللي قص عليهم ورا الجدران هلهم العائلة الحاكمة اللي تم اعدامه خلاص وبقية الناس مساكين مظلمين ما يدون اللقات طنفيه شلي صاير ما نعدري منين طلعت العمالقة منين طلعت قدرة التحول على عمالقة ليش وما حسنوا ورا الجدران وليش 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 الف سؤال وسؤال اقولها بكل صراحة ما توقعت ابدا ان الكاتب بيجيبهم في الزمن الحالي النهائيا ما توقعت صدمة شخصية اللي انا كل اللي قدامنا حاليا انحنا ننتظر الفصل الجاي وننتظر الاجابة على كثير من الاسئلة اللي موجودة عندنا اللي عنده توقعات او نظريات يكتبها اللي في الكومنت ستحت ابي اقراها بيسمع راكم ابيسمع وجهة نظركم حول التطور المجنون هذا في الحدث كذا صدر وصلنا النهاية انطباعنا عن منقاجون من العمالقة الفصل خمسة وثمانية منهم مطولنا عليكم لا تسرون اللي اعطيكم العاف لاشتراك في القناة اللي ما اشترك حتى الآن في القناة بضغط على زر العجاب اذا عجبك الفيديو نشر الفيديو لاصحابك سمروا في دعمنا في هاشتاك ايها يشونا كما واللي حبيدعم من اكثر الحساب البايبال بظهر امامكم وفي الختام نقول سبحانك الله بحمدك اشهد ان الله انت استغفرك واتوب اليك شوفكم على خير